مظاهر الفرحة على وجوه أطفال اللاجئين السوريين خلال حفل الإفطار الذي نظمه الهلال الأحمر الأردني وبدعم من الهلال الأحمر الكويتية الثلاثاء في العاصمة عمان محمد الطريفي مدير العلاقات العامة والإعلام في الهلال الأحمر الأردني لقد درجنا مع الهلال الأحمر الكويتي الشقيق منذ عدة سنوات على إقامة مثل هذه النشاطات الاجتماعية والإفطارات الجماعية للاجئين السوريين أو للعائلات السورية التي على الأراضي الأردنية هو الإفطار رح يستمر ثلاثين يوما يعني على مدار أيام رمضان الكريم في هناك إفطار كل يوم في عنا ست إفطارات جماعية كل إفطار بألف وجبة والباقي سيتم توزيعه توزيعا يرافق هذه النشاط أو هذا حفل الإفطار هذا يرافق أيضا توزيع كوبون لألف أسرة كوبونات لكل أسرة بنسميه إحنا كوبون العيد كل كوبون بخمسين دينارا لألف أسرة يرافق أيضا هذا البرنامج نشاط ترفيهي للأطفال الصغار كنوع من الدعم النفسي لهؤلاء وخليني أقول يعني في النهاية أنه مثل هذه اللقاءات التي تجمع هذه الأسر السورية على هذا المكان هي مناسبة أيضا لالتقاء الأقارب مع بعضهم البعض وبهذه المناسبة الحقيقة يعني دعني أحيي الشعب الكويتي والهلال الأحمر الكويتي وكل عام والجميع بألف خير الحمد لله خير الحمد لله شو جاء تسوي اليوم مين جاي أفطار حلو كثير مين عمل الإفطار شو بتحكيب هذا الإفطار اللي عملينه الهلال الأحمر الأردني الله يزيه الخير الله يزيه الخير بشكر الهلال الأحمر بنشكر الهلال الأحمر الأردني والكويتي والله يديم الأمن والأمان وتخلل حفل الإفطار توزيع كوبوناتكوس وتلعيد وفقرات ترفيهية للأطفال رامي العيسى الحقيقة الدولية